في رد واضح على كل محاولات تشويه منطقة القبائل وعزلها عن محيطها الوطني ومقاومات الهوية الوطنية التي يقودها مناظل حركة الماك حمل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على عاتقهم نقل الصورة الحقيقية لولايات زوز وبجاية وما تعرفه من مبادرات خيرية ينظمها أبناء المنطقة لاستقبال شهر رمضان المبارك صور أظهرت حجم تمسك أبناء القبائل الكبرى كسائر الجزائريين بدينهم وقيمهم وعاداتهم الأصيلة أكبر إفطار جماعي نظمه شباب بولاية بجاية صنعت صوره الحدث وتداولها بكثرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معبرين عن سعادتهم واستحسانهم الوزيع تلك العادة النبيلة التي تظهر حجم التكافل بين أبناء المنطقة كانت حاضرة هي الأخرى في استقبال الشهر الكريم ولاقت صورها تفاعلا كبيرا من قبل رواد الفضاء الأزرق صور التذكير بأهمية الجانب الروحي من صلاة وعبادات في الشهر الفضيل أرادها أصحابها رسالة واضحة لبعض الشواذ الذين حاولوا في السنوات السابقة تضخيم سلوكاتهم السبيانية بانتهاك حرمة رمضان من الصور التي لاقت أيضا تفاعلا كبيرا لافتة كتب عليها أنا جزائري أنا أمازيغي في رسالة إلى الطامحين باللاعب على وطر الاختلاف اللغوي للتفريقة بين الجزائريين هي إذن حقيقة بلاد القبائل التي تأبى إلا أن تبقى جزءا أصيلا من الجزائر المسلمة عصية على كل محاولات العزل والجر إلى مخططات مشبوهة ترجمة نانسي قنقر